خمسون نصيحة لوزن مثالي وصحي تناول غذاء متوازن أجمع بين مختلف الأطعمة من كل المجموعات الغذائية تحكم في الحصص أنواعياً بحجم الحصص لتجنب الإفراط في الأكل أبقى مرتباً أشرب الكثير من الماء طوال اليوم ممارسة الرياضة بانتظام شارك في 150 دقيقة على الأقل من النشاط الهوائي المرتدل أو 75 دقيقة من النشاط القوي أسبوعياً تدريب القوة ادمج تمرينات تقوية العضلات في روتينك تناول الفواكه والخضروات اجعلها جزءاً رئيسياً من نظامك الغذائي قلل من السكة تجنب الأطعمة والمشروبات ذات المحتوى العالي من السكة تناول الألياف أحرص على تناول الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه النوم الجيد أحصل على قصد كاف من النوم كل ليلة تجنب الوجبات السريعة قلل من تناول الأطعمة الجاهزة والمقلية أحديد الأهداف ضع أهدافاً واقعية وقابلة للتحقيق تناول بروتين اختر مصادر البروتين الصحية مثل الأسماك والذجاج والفاصولية تجنب المشروبات الغازية استبدلها بالماء أو العصائر الطبيعية التحكم في التوتر استخدم تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا أو التأمل تناول وجبات منتظمة لا تتخطى وجبات الطعام الرئيسية الاستماع إلى جسمك كل عندما تشعر بالجوع توقف عندما تشعر بالشبع تحكم في تناول الدهون اختر الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات تجنب الأكل العاطفي أبحث عن طرق أخرى للتعامل مع مشاعر تجنب الأطعمة المصنعة اختر الأطعمة الطبيعية وغير المصنعة طهي في المنزل حضر وجباتك بنفسك لتتحكم في المكونات تناول وجة الإفطار لا تحمل وجبة الإفطار لتعزيز الأيض مراقبة الوزن بانتظام تابع وزنك بانتظام لتكون على دراية بأي تغييرات الاستمتاع بالطعام تناول الطعام ببط واستمتاع بكل قدمة التشجيع على النشاط البدني مارس أنشطة بدنية تستمتع بها التقليل من الملح تجنب الأطعمة ذات المحتوى العالي من الملح استخدام الأعشاب والتوابل لتعزيز النكهة دون إضافة سعرات حرارية طهي بالبخار أو الشوي طرق الطهي صحيا أكثر من القلي إفاض على النشاط خلال اليوم تجنب الجلوس لفترات طويلة تجنب الحميات السريعة اختر نظاما غذائيا مستداما وصحيا شرب الماء قبل الوجبات يساعد على تقليل الشهية التمارين الجماعية شارك في أنشطة الرياضية مع الأصدقاء أو العائلة تجنب الكحول قلّا من استهلاك المشروبات الكحولية اتباع نمط حياة النشط أبحث عن الفرص للبقاء النشطا يوميا الحصول على دعم انضم إلى مجموعة دعم أو استان بمذرب شخصي تنظيم مواعيد الوجبات تناول الطعام في أوقات منتظمة التقليل من الكربوهيدرات المكررة اختر الحبوب الكاملة التحكم في السعرات الحرارية كن واعيا بالسعرات الحرارية التي تستهلكها تناول الطعام ببوعي تجنب تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز أو العمل التخطيط المسبق الوجبات حضر وجبات صحية مسبقا تنوع في النظام الغذائي اجعل نظامك الغذائي متنوعا لتلبية جميع احتياجاتك الغذائية المشي اليومي اجعل المشي جزءا من روتينك اليومي الابتعاد عن الإضراءات تجنب وجود الأطعمة ثغير الصحية في المنزل تحديد الوقت للنشاط البدني اجعل النشاط البدني جزءا من جدولك اليومي الاستمتاع بالهواء الطلق مالس النشاطات الخارجية مثل المشي أو الجري الاعتناء بالصحة النفسية الصحة النفسية الجيدة تؤثر إيجابا على الصحة الجسدية التشجيع على الحركة استخدم السلالم بدلا من المصعد تجنب الأطعمة الدسمة في الليل تناول وجبات خفيفة في المساء تركيز على الجودة وليس الكمية اختروا الأطعمة الغنية بالمضيات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر